تلميذ السنة الأولى إعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروس الوحدة الأولى في مقرر المختار في اللغة العربية ومع نص الإسلام دين التسامح لمصطفى السبعي أتمنى أن تقرأوا النص قراءة جيدة وهذه هي مكونات النص إذن ننطلق إلى عتبة القراءة صاحب النص هو مصطفى حسن السبعي هو عالم وفقيه وداعية وخطيب وسياسي وهو أول سوري يحصل على الدكتوراه بالشريعة من الأزهر الشريف ولد سنة 1915 ميلادية في مدينة حمص في سوريا ونشأ في أسرة معروفة بالعلم درس في الأزهر في مصر وشارك في مظاهرات ضد الاحتلال البريطاني واعتقل في مصر ثم في معاقل سرفض بفلسطين وله عدة مؤلفات منها أخلاقنا الاجتماعية من روائع حضارتنا الذي أخذ من هذا النص ومنهجنا في الإصلاح وغيرها من المؤلفات توفي سنة 1964 مجال النص يندرج النص ضمن مجال القيم الدينية مصدر النص النص مأخوذ من روائع حضارتنا دار الإرشاد 1968 صفحة 175 نوية النص النص عبارة عن مقالة تفسيرية ذات بعد ديني ملاحظة مؤشرة النص ثانيا عنوان النص تركيبيا يتألف العنوان من جملة اسمية حيث دين مضاف والتسامح مضاف إليه ودلاليا يبرز دور الإسلام في نبد الكراهية وبت روح التسامح والعفو فرضية القراءة من خلال العنوان يتضح أن النص يتكلم عن مبدأ التسامح في الديني الإسلامي ثالثا القراءة التوجيهية الشرح اللغوي هناك شرعة سنة وأوجبة الأصباط هم أحفاد سيدنا يعقوب الاثنى عشر وليين هو السهل وتصون تحفظ المضمون العام إبراز الكاتب لأهم المبادئ التي ينهجها الدين الإسلامي في نشر المحبة والإخاء بين الناس ونبذ هنا أيضا نبذ الكراهية بين الشعوب الأفكار الجزئية بالنسبة للفكرة الأولى أهم مبادئ الدين الإسلامي الانفتاع على الديانات السماوية ونبذ العنف بالنسبة للفكرة الثانية اشتباه الإسلام في الديانات الأخرى في كونها تستقي من مرجعين واحد بالنسبة للفكرة الثالثة الإيمان بالكتب والديانات السابقة وعدم التفرق بين كل الرسل ركن إسلامي أسالي بالنص هناك التحكيد لقد أنشأ الإسلام وأن الأديان أيضا النفي لم يتعصب والتكرار كلمة تسامح وكلمة المسلمين وكلمة الإسلام بالنسبة للقيام النص هناك قيمة دينية تجلت في قيمة تسامح في الإسلام وقيمة أخلاقية تجلت في بط مجموعة من الأخلاق الواجب توافرها في المسلم تركيب النص الإسلام دين السماحة والوفاء ودين نبذي الحقد والكراهية وأيضا دين احترام الأديان السماوية السابقة وعدم التفرق بين كل الرسل ووجوب الإيمان بهم إلى جانب احترام أماكن العبادة والتعاون وتجنب الشر هكذا انتهى هذا النص الذي بين أيدينا نلتقي في النص الموالي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته